وفاة المؤرخ ابن خلكان مؤرخ وعالم كبير يتصل نسبه بالبرامكة ولد في أربيل بالقرب من الموصل على شاطئ دجل الشرقي انتقل إلى مصر فأقام فيها مدة وتولى نيابة قضائها سافر إلى دمشق فولاه الملك الظاهر قضاء الشام ترس في الكثير من مدارس دمشق يعتبر ابن خلكان من أشهر كتاب التراجم ومن أحسنهم ضبطا وإحكامة صنف العديد من الكتب والمصنفات الهامة أشهرها كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان توفي في دمشق عن عمر ناهز 71 سنة ودفن في سفح جبل قاسيون